السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجدداً وأتمنى أن تكونوا دائماً بألف صحة وعافية يا رب قبل البدء في وصفة اليوم أود أن أشكركم على تعليقاتكم الجميلة ودعمكم المتواصل لقناة وصفات لكم وإذا كان لديكم حبيباتي أي طلب لوصفة معينة لا تترددوا فقط أكتبوني طلباتكم في التعليقات وإن شاء الله سألبي طلباتكم بكل سرور اليوم بإذن الله سأقدم لكم خلطات رائعة جداً هي لتبييض الوجه وتفتيح لون البشرة بسرعة وذلك للحصول على بشرة مشرقة دون الحاجة لاستخدام المكياج أو أي مصاحيق التجميل إن شاء الله هذه الخلطات دات نتائج سريعة وفورية ستذهلكم بإذن الله فداوموا عليها بانتظام لتحصلوا على نتائج ممتازة فالعديد من العوامل كما نعلم تؤثر على صحة بشرتنا لتصبح البشرة سمراء وأكثر جفافاً وكذلك التشققات هذه العوامل كذلك ممكن أن تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء وبقع وحبوب وأيضاً إلى تسبغات نحن في غنا عنها لذلك سنحتاج اليوم لتطبيق عناية خاصة بالبشرة للحفاظ عليها دائماً بيضاء ومشرقة دون الحاجة يعني لوضع كريمات أساس لإخفاء هذه العيوب ولهذا إن شاء الله سأشارك معكم اليوم خلطتين مجربتين وممتازتين تمكنكم من الحصول على بشرة بيضاء ووجه صافي خالي من العيوب خالي من الشوائب وذلك في أقل وقت ممكن فإذا كنتم مهتمين حبيباتي للأمر تابعوا معي هذا الفيديو للأخير إذن كأول خلطة حبيبتي سنحتاج فيها هنا إلى الحليب المجفف أو الحليب على شكل بودرة فالحليب يجب أن يكون هنا مجفف وكامل الدسم لأنه يجعل البشرة صافية بيضاء لأنه يحتوي على أحمد أمينية تحمل بشرة من أشعة الشمس الحارقة يرطب كذلك الجل بامتياز كذلك فهو يحتوي على حمض اللكتيك الأمر الذي يساعد على تقشير البشرة الجافة وتجديد خلاياها زيادة على قدرته العجيبة على تنظيف البشرة من الشوائب مما ينعكس على بياضها وعلى صفائها وكذلك الحليب هو يقوم بسد المسامات الواسعة التي تكون على البشرة كذلك الحليب هو يحتوي على فيتامين دي المهم لتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين بالجلد الشيء الذي يمنع تكون الخطوط الدقيقة والعميقة على الوجه وكذلك يمنع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وكثاني مكون حبيباتي سنحتاج هنا لكريم الجليسرين أو كريم الجليسوليد الأحمر الأصلي فهذا الكريم يعز الصحة البشرة يرطبها وأيضا يمنعها ويمنع منها الجفاف والخشونة عن طريق تغذية خلايا الجلد وتجديدها ومنحها الجمال والرطوبة العالية كما أن كريم الجليسوليد يعمل على تقشير وتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت وذلك بفضل مادة الجليسرين الذي يحتوي عليها والتي تلعب ذور مهم وقوي في تفتيح الأماكن الذاكنة والتخلص من إصمرار الوجه وكذلك التخلص من البقع الذاكنة وهذا الكريم أيضا يقوم بتغذية البشرة وتجديد خلاياها لأنه كذلك يحتوي على بعض الفيتامينات المغذية لجميع أنواع البشرة فهو مغذي بشكل كبير لبشرة الوجه وسنحتاج كذلك هنا إلى الكركم المطحون فهو يستخدم بشكل خاص في التخلص من تصبغات البشرة وكذلك يستخدم أيضا في تفتيح لون البشرة بشكل عام كما أن الكركم هو يبطئ من نمو الشعر بالوجه وهي مشكلة تعاني منها العديد من السيدات والفتيات كما أن الكركم هو يحارب علامات التقدم بالسن كالتجاعد والخطوط الدقيقة كما أن الكركم يشد البشرة بامتياز ويخفي آثار حب الشباب كذلك هو يقلل من الإصابات بحب الشباب وإسمرار الوجه نظرا للخصائص المضادة للأكسادة الموجودة به سنحتاج أيضا هنا لماء الورد الذي يقوم بتبييد البشرة كما يرطبها خصوصا البشرة الجافة ويعالج التشققات بها ماء الورد أيضا يخلص البشرة من التجاعد وعلامات الشيخوخة المبكرة زيادة على قدرته على معالجة حب الشباب والندبات وكذلك الرؤوس السوداء بفعالية إذن هذه حبيباتي هي المكونات الأربع التي سوف نحتاج في هذه الخلطة الأولى إذن الآن سنمر لطريقة التحضير إذن أول خطوة على بركة الله سنأخذ هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الكركم دائما هنا الكركم من الأحسن أخذ الكركم على شكل أعواد ثم تقومون بطحنه حتى نتحصل دائما على كركم يعني خالي من كل الملونات نضع هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من الكركم كذلك سوف نضع هنا تقريبا ملعقة صغيرة من كريم الجليسرين أو كريم الجليسوليد الأحمر الأصلي هنا ممكن تعويضه كذلك بكريم نيفيا سنضيف كذلك ملعقة من الحليب المجفف الكامل الدسم وكذلك سنضيف ملعقة من ماء الورد سنضع هنا مقدار ملعقة صغيرة فقط هكذا من ماء الورد وسنبدأ هنا بخلط ودمج العناصر جيدا فيما بينها إلى غاية ما نتحصل على شكل كريمة وحتى تتجانس كل العناصر مع بعضها البعض سنخلط جيدا نخلط المكونات فهذا الكريم مرائع مبيض ممتاز جدا إذن بعد خلط المكونات جيدا سنترك هذا الكريم أو هذه المكونات تقريبا لمدة عشرة دقائق وذلك حتى تتفاعل كل هذه المكونات مع بعضها البعض بعد مرور العشرة دقائق دائما نطبق هذه الخلط أو هذا الكريم على وجه نظيف وسنتركه لمدة 30 دقيقة بعد مرور هذه المدة نقوم بغسل وجهنا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد وفي الأخير نمرر مكعبات من ماء ورد مثلج أو الحليب المثلج على بشرة الوجر وعلى كذلك بشرة الرقبة أيضا لشد البشرة ولتسريع نتيجة الخلطة نطبق هذه الوصفة بشكل يومي على الوجه والعنق ويمكن الاحتفاظ بها بالمتبقة في علبة زجاجية مغلقة بالثلاجة تبقى صالحة لمدة خمسة أيام بعد مرور الخمسة أيام قوموا بإعادة تحضير الخلطة من جديد إذن هذا بالنسبة للخلطة الأولى سنمر الآن للخلطة الثانية أو البديلة التي سوف نستخدمها في حال عدم توفر مكونات الخلطة الأولى فهي كذلك فعالة وبسيطة التحضير لكن قبل ما نتعرف على مكوناتها أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وكذلك لتشجيعي على نشر المزيد من الخلطات المجربة والفعالة وأدعوكم كذلك بالاشتراك في قناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لكي تتوصلوا بكل جديد وبكل الإشعارات من الفيديوهات الخاصة بالخلطات والمجربة والفعالة إذن بالنسبة للخلطة الثانية تتكون من الأرز مطحون الأرز أو دقيق الأرز فهو الأرز يعمل على تبيض الوجه وتفتيح لون البشرة وهو الحل الأمثل ومكون فاعل وطبيعي لتغذية البشرة وتصفيتها من الشوائب لأنه يحتوي على مضادات طبيعية تخفي يعني وتحمي أيضا حتى البشرة من أشعة الشمس وخاصة البنفسجية فهو مضاد للأكسدة ويقاوم علامات التقدم بالسن يجدد خلايا البشرة وأيضا يهذئها من حروق الشمس فهو من أشهر المكونات الطبيعية التي استخدمت ولازالت تستخدم في آسيا للحفاظ على البشرة والتخلص كذلك من التصبغات ومن البقعبية هذا بالنسبة لأول مكون في الوصفة الثانية أما بالنسبة لثاني مكون ألا وهو الزبادي الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة فالزبادي غني عن التعريف لما له من فوائد مبيضة يوحي لون البشرة يقلل من ظهور النمش والتصبغات الجلدية الأخرى مثل الكلف الزبادي أيضا يعطي بياد وإشراقة زيادة على قدرته على تضييق وسد مسامات البشرة الواسعة وغير ذلك أنه يقلل من ظهور التجعيد والخطوط الرفيعة إذن هذين هما المكونين بالنسبة للخلطة الثانية سنمر الآن لتحضير هذه الخلطة إذن على بركة الله نأخذ إناء مناسب سنضع فيه تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هكذا من مطحون الأرز ثم سنضيف كذلك نفس المقدار من الزبادي أو الياجورج الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة ونبدأ في خلط ودمج المكونين جيدا مع بعضهما البعض إلى غاية ما نتحصل على شكل كريمة تكون ناعمة جدا نخلط هكذا إلى غاية ما نتحصل على كريمة بهذا الشكل إذن هنا تجانست لنا كل المكونات مع بعضها البعض هنا ممكن إضافة بضع قطرات من زيت اللوز الحلوب فهو كذلك يعتبر من بين الزيوت المبيضة والمرطبة والمغذية للجل في نفس الوقت إذن كما قلت نخلط هنا العناصر حتى تتجانس هذه الخلطة دائما يعني نفس الشيء على بشرة تكون نظيفة يعني بالماء الدافئ أولا بعدها نطبق هذه الخلطة ونتركها لمدة 30 دقيقة بعد مرور 30 دقيقة نقوم بغسل وجهنا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد كذلك هذه الخلطة تكرر بشكل يومي وتطبق على البشرة بشكل يومي إلى أن يختفي الإصمرار وكذلك تختفي كل التصبغات التي تكون على الوجه النتيجة نتيجة هذه الوصفات خيالية جدا جدا وكذلك تبقى النتيجة إلى مدة طويلة يجب فقط أن لا تتعرضوا لأشعة الشمس الحارقة وكذلك يجب دائما أن تقوموا بعمل واقع الشمس قبل الخروج من المنزل الوصفات سهلة جدا فقط ضعوا هذه الوصفات يعني احتفظوا بها في التلاجة تبقى صالحة كما قلت لمدة خمسة أيام ثم قوموا بيعني إعادة صنع الوصفات مرة أخرى إذن كانت هذه هي وصفاتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها إذا أعجبكم حبيباتي هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة هذه الوصفات مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء